أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من تحديد مرتكب وقعة بث العبارات المسيئة التي تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات في منطقة فيصل بلجيزة وأضافت الداخلية أن مرتكب هذه الواقعة فني شاشات إلكترونية واعترف بارتكابه الواقعة بتحريد من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة في الخارج وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم تخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة